موسيقى 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 المركز الخامس مشاهدين متابعين في كل مكان هناك مغيظة لحمد بن السيد بن حنيد بن حارب الشامسي يتواصل ويتغدم إلى المركز الخامس بهذه الانطلاقة الموفقة وبهذه التحديات المتميزة هذه نتيجتنا مشاهدين متابعين في كل مكان للخمس المراكز الأولى المسيطرة على دائرة النداء والمتنافسة من أجل الإنجاز ومن أجل النموس ومن أجل السيارة التي رصدت لصاحبة النموس ولصاحبة المركز الأول نعود مع البداية نعود مع القوة والإبداع نعود مع المنافسة المشرفة التي تجري من أرضية ميدان التحدي بهذا التحدي المستمر وبهذا الحفل المتميز والجميل نتابع الزعفرانة بالشعار البرنس يتغدم مباشرة إلى أول مراكز جار الله بن محمد بن عقيل المري يقدم لنا الزعفرانة مع أول المراكز يسيطر على زمام الأمور بينما المركز الثاني والديان ما زالت متواصلة بموقع التحدي والمنافسة أمسلم بن علي بن سعيد بن دري المنصور يتواجد بموقع التحديات هذا الشهور المركز الثالث هناك أول نداء لهيمنة عبد الله بن محمد بن حمد الحسنة المري يصل مباشرة إلى موقع التحدي والمنافسة مع هيمنة على ثالث المراكز المركز الرابع نتابع سمحة لسالم بن سهيل بالشرق العامري أيضاً أول نداء لسمحة من تنطلق على المركز الرابع المركز الخامس هناك الانطلق مع جبارة أحميدي بن شجاع بن علي بن مسعود الفهيدة يصل مباشرة إلى المركز الخامس هذه نتيجتنا متابعين ومستمعين الأفاضل للخمس المراكز الأولى المسيطرة المتألغة المبدعة من أجل الإنجاز المبدعة من أجل الناموز نعود مع البداية نعود مع التحديات نعود مع الانطلاق نعود مع المنافسة الزعفرانة هي القايدة لمسيرة وانطلاقي هذا الشوت بشعار الإبنس جار الله بن محمد بن عقيل المري ولكن وديان وديان تتسلل مباشرة وتستعيد الحقوق المنهوبة من الزعفرانة بشعار مسلم بن علي بن دي المنصوري تتسلل مباشرة إلى مقدمة الشوت ولكن المركز الثاني نتابع التحدي ونتابع الانطلاق بهذه المنافسة المشرفة حيمن بشعار عبدالله بن محمد بن حمد الحسنة المري وأيضا الغدوم والانطلاق الله 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 وصلت نوادر وفجأتنا مع اللحظات الأخيرة سعيد بن جعفر بن سهيل بن مرخان يصل مباشرة مع انطلاق نوادر تتسلل مباشرة إلى مقدمة الشوت عندما وصلنا إلى الكيلومتر الأخير الكيلومتر الخطير نوادر على المقدمة تسيطر على زمام الأمور بقيادة سعيد بن جعفر بن مرخان الاكتبي هيمنة على المركز الثاني عبدالله بن محمد الحسنة المري والزعفرانة على المركز الثالث جار الله بن محمد بن عقيل المري ورابعا الانطلاق والتحدي مع عرمز سعيد بن راشد بن عبدالله بن مبخوت القرح المري مع المركز الرابع واخمسا هناك الانطلاق والتحدي والتواصل مع العين احمود بن غانا بن علي بن احموده الظاهري ولكن اعjud مع البرينز والций والرحاظات الأخيرة زعفرانة من تبحثوا عن الزعفران من تبحثوا عن الانجال من تبحثوا عن الناموس جار الله بن محمد بن عقيل المري مع الزعفران يهيمن على صدارة الشهور واللحظات الأخيرة نوادر على المركز الثاني بشعار سعيد بن جعفر بن مرخان الكتبي ولكن البرنس قفل على ناموس هذا الشهور سلام وتحية واحترام الاهالي الشحانية مقدمة مع الزعفران من انتزعت الناموس وحققت الانجال تهانينا للبرنس من تميزه وأبدع بهذا المساء سلام وتحية واحترام للبرنس جار الله بن محمد بن عقيل المري الزعفران تهدي لبرنس ناموس هذا الشهور وتصل إلى خط النهاية وتعلن الناموس تهانينا والناموس لجار الله بن محمد بن عقيل المري على فوز الزعفران المركز الثاني نوادر لسعيد بن جعفر بن مرخان اكتب المركز الثالث وصول الرمز لسعيد بن راشد بن عبد الله الزعبي المركز الرابع رابعا جبارة المبارك منسان بن حمد بن بريك المري المركز الخامس وصول هيمة لعبد الله بن محمد بن حمد الحسنة المري مشاهدين الكرام متابعين في كل مكان ها هي المنافسة مع تحديات هذا الشوت الزعفرانة مع لبرنس تحقق هذا الانجاز بتوقيت زمني وغدرة سبع دقائق 52 ثانية خمسة أجزاء من الثانية تحنين وال примقوق جار الله بن محمد بن حقيل المري على فوز زعفرانة بناموس هذا الشوت المركز الثاني وصلت نوادر بتوقيت زمني وغدرة سبع دقائق 54 ثانية أربعة أزام من الثانية تحنين والمبروغ لسعيد بن جعفر المارخان اكتبي المركز الثالث وصول رموس بتوقيت زمني وغدرة بسبع دقائق 56 ثانية جزءا واحدة من الثانية تحنين وسعيد بن راشد بن عبدالله زبيع على فوز رمزьте المركز الثاني تحنين والناموس اشتركوا في القناة